أولا وقبل كل شيء أعزي بكامل الأسى أهلي وأحبابي في تركيا وفي سوريا ممن أصابهم الزلزل وأسأل الله العظيم أن يرحم من قضوا فيه وأسأل الله العظيم أن يشفي الجرحى وأسأل الله لذويهم الصبر وأن يربط على قلوبهم كثير بيجي في بالنا بعد هيك كوارث وبعد هيك أحداث عظيمة يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي بيبعث لنا هيك أشياء يعني الله سبحانه وتعالى مع كل إنهون عليه هيك ويعمل فينا ولا هو مش الله سبحانه وتعالى اللي بيعمل فينا مع كل هي الطبيعة يعني وربنا خلص بتدخلش في الموضوع ولا إيش اللي بيصير علشان نحكي في هذا الموضوع وعلى عجال ما بدنا نطول لازم دائما قبل لا نحكي في أي موضوع يكون عندنا قواعد نمشي عليها أول قاعدة وما رح نحكي في غيرها في هذا الموضوع في هذا الفيديو هي قاعدة أنك توقن يقين تام أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا الله سبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بحكمه ما في شيء في الكون بتم ما من صغير ولا كبير إلا الله سبحانه وتعالى يمقدرها وبإرادته بتصير الزلزال بإرادة ربنا وهو جندي من جنود الله والزلزال في ديننا لا يأتي كهدي للمسلمين ولا يأتي على قوم كمبشر يعني بس إحنا فاهمين أنه هذا شيء سيء بس هو شيء مليح لا هو ممكن في طيات وفي أشياء مليحة آه كمثلا إنه هاي الناس اللي قضت في الزلزال الآخر إلهم أفضل من الدنيا والله سبحانه وتعالى أراد فيهم الخير ولكن ككل الزلزال هو شيء ليس بمبشر وشيء مخيف 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 الله سبحانه وتعالى بقول وما نرسل بالآيات إلا تخويف بالحرف يعني تخويف بمعنى كلمة تخويف هاي الأحداث تأتي لتخيفنا من عاقبة أعمال بنعملها هاي ممكن بعض كل معناها أهل هاي المنطقة اللي انضربت هذول كانوا طغا وعصا وستحقوا هي قصدك حسان معناتها أنت مافهمت ليشي من خيالتي اللي أنا بدي أقول لك هي إنه الله سبحانه وتعالى يرسلها أحيانا لغيرك علشان أنت تخاف هاي ممكن هسا أنت برضو ترجع و تقول لي آه يعني بعاقبنا إحنا من خلال غيرنا هم بتأذوا علشان إحنا نتعلم درس يرجعنا لنفس الفكرة إنك في هذا السؤال مش شايف إنه ربنا لا يظلم كمان مرة الله سبحانه وتعالى لا يظلم ولكنه يرسل بالآيات تخويفة عندما أصاب الزلزال الكوفة قال عبد الله بن مسعود يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه أي أن الله سبحانه وتعالى يطلب منكم أن تزيلوا غضبه عنكم من أشياء بتعملوها فأزيلوا هذا الغضب إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه ولما أصاب الزلزال المدينة المنورة في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال للناس والله ما رجفت إلا لذنب أحدثته أو أحدثتموه ولئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا فسيدنا عمر كان يعلم أن الذنوب مسببة للزلزال وهذا ثابت عنا في ديننا الإسلامي لكن إحنا كثير أبعدنا وأصبحنا نتبع الأشياء المحسوسة فمنتبع مثلا علماء الجيولوجيا إيش بيقولوا والصدع والشق مزبطات وأنا بأمين فيهم كله تمام وباسمع لهم ومتبع مية في المية لكن في أشياء أعلى من هيك وأكبر من هيك وهي إننا نكون متأكدين إنه أفعالنا تؤدي لذلك أفعالنا اللي بتؤدي إن نحن نشوف أشياء صح أو نشوف أشياء غلط في حياتنا ولكن كمان مرة الذين أصابهم الزلزال ما المقصود كانوا ناس طغاء أو عصاء الله سبحانه وتعالى يرسل ليخيف ناس أو لينبه ناس أو لأنه بحب ناس أو علشان يعاقب ناس الله سبحانه وتعالى أعلم ليش هيك ببعث أو لمين هيك ببعث واسمع النبي عليه الصلاة والسلام إيش بقول علشان يطمن قلبك اتجاه اللي أصابهم الزلزال روى أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وشوف أنت صاحب الهدم الذي ردم عليه الذي هدم عليه جعله الله في مرتبة الشهداء فأنت لا تقلق على من قضى أو ما تحس أنه هذا ظلم وحتى الذين هدمت بيوتهم الله سبحانه وتعالى جعلهم في محني علشان يختبر صبرهم وكل واحد فينا رحي يجي يوم ويختبر في شيء فلا نحن في مأمن من ذلك ولا هم ظلموا كون على يقين أهم شيء أنت لك الدام ما تظلم نفسك بأنك ما تعرف أنه هاي رسائل وأنه الله سبحانه وتعالى يبعث للتخويف هاي الأمور أسأل الله رب العالمين أن يخفف عنهم وأن يرحمنا وأن يسطرنا في الدنيا وفي الآخرة تنسوا نشمن دعائكم والسلام عليكم